تخيم الضبابية على وضع 13 ألف معلم سوري في تركيا بعد قرار تعليق تدريسهم منذ شهر تموز الماضي وحتى إشعار آخر. مصادر أوريانت أكدت صحة الورقة المسربة عن مكتب التربية والتعليم في اليونسف والتي تقول إن مشروع بيتكس وافق على إعادة 3000 معلم سوري 500 منهم سيعملون لمصلحة الهلال الأحمر التركي فيما سيعود 2500 معلم إلى ملاك وزارة التربية شرط أن يكون المعلم حاصلا على شهادة جامعية واجتاز المستوى الثالث في اللغة التركية المعروف ببابير. القرار لن يصدر قبل السابع عشر من هذا الشهر. الهيئة التربوية السورية التي تضم ممثلين عن المعلمين السوريين في تركيا كانت قد قالت إن نسبة كبيرة جدا من المعلمين تقدر بنحو 7865 مدرسا سيعودون لمراكز عملهم السابقة في حين أن من لم يقبل مدير مدارسهم إعادتهم للعمل سيفرزون إلى مشروع جديد تابعا لمراكز التعليم الشعبي يهدف إلى متابعة الطلاب السوريين المتسربين. بداية شهر تموز وصل للمدرسين السوريين رسائل نصية على هواتفهم تفيد بفصلهم من وزارة التربية التركية لعدم تمكن اليونسيف من دفع رواتبهم. تم الاستغناء عن حملة شهادات المعاهد المتوسطة والبكالوريا ومن تجاوز سن الخامسة والستين ومن ليس لديه درجة أي إكي في اللغة وما فوق. كما إن حملة الشهادة الجامعية معرضون للفصل حال ثبوت عدم إتقانها من لغة التركية حتى لو كان معهم شهادة. مشروع بيتكس يتضمن مدرسين أتراكا وسوريين يلتزم فيه الاتحاد الأوروبي بدفع رواتب جميع الموظفين في هذا المشروع. المدرسون الأتراك المشمولون بالبرنامج بدأوا العمل منذ اليوم الأول للعام الدراسي الحالي فيما لا يزال المدرسون السوريون في حال توقف بعد أن تم إيقاف رواتبهم بشكل كامل. والسؤال، إذا كان البرنامج يشمل الجميع، لماذا يوقف المعلم السوري فيما يواصل التركي عمله؟